سروته تقدر ب250 مليون دولار ومتجوز داليا بنت اللي وعمر سليمان أبو عمدة واخواته الاثنين عندهم فنادق ومطاعم في كل حطة في مصر وهدد أحمد الجنزوري وقال له لنت ولا أدخن تخين في البلد يعرف يقرب لي سندوق أسرار رجل الأعمال الغامض فرج أبازة اسمه بالكامل فرج مصطفى أبازة وأبوه هو الدكتور مصطفى أبازة عمدة العائلة الأبازية الشهيرة وأمه ست بيت وهي السيدة ابتسام فرج أتولد في السبعيديات وعايش طفولة كلها دلع وكان الإبن البكري لأبوه وأمه ومن صغره وعايش بين ولاد الكبار في نهد الجزيرة والمدرسة الألمانية في الدقي أبوه بدأ الإمبراطورية من خلال شركة كاراميكو للمقاولات والبناء اللي كان بيدارها ووحدة وحدة تدخل مع كبار رجال الأعمال وقدر يعمل شراكات كبيرة وخد امتيازات أكبر خلته واحد من الكبار اللي شغلهم ومعاملاتهم مع ناس زي أنسي سويرس وعلى الناحية التانية ابنه فرج كبر ودخل كلية الهندسة ودماغه ما كانتش في البزنس كانت كلها في الصهر وبيحب الحياة ومش حابب نهائي الحياة الجد اللي كلها الشغل بتاعت ابوه لحد ما العمدة مصطفى أبازة جابه وقال له لازم تمسك شغلي أنت الإبن الكبير واللي هتاخد بالك على كل الفلوس دي مع أخواتك حسن وفايز وريم وبدأ فرج بالفعل بعد التخرج ويشتغل ويخش في شراكات في كل حاجة قابله شركات مطاعم كافيهات حتى لو محلات آيس كريم لحد ما في يوم قابل داليا عمر سليمان وتعرف عليها وحبها وحبته وكان لسه باباها ماسك إدارة المخابرات العامة اتجوز فرج من داليا وخلف منها يوسف وإسماعيل وبقى عنده شركته الأهم شركة أفريكان تريد وهي شركة متخصصة في الاستراد والتصدير وإخواته حسن وفايز عندهم فنادق ومطاعم في كل حطة في مصر ومن أشهر الحاجات اللي بيمتلكوها مطعم في الشيخ زيد على كام أوتال في الساحل الشمالي وشراكات بقى مع كبرات البلد في كل حاجة سهرات فرج كلها مع المشاهير ومن أشهر أصحابه عمر دياب ونجيب سويرس ورجل الأعمال محمد فاروق وشيكو ونجلاء بدر وكل الممثلين وسهراته من زمن الزمان معاهم وكمان صاحب لعيبة كورة زي كهرباء وصالح جمعة وبيعشق محمد صلاح وتقريبا حتى الآن لسه زي ما هو عايش للحياة والشركات وشغله بيجوا رقم اثنين بعد مزاجه فرج كان له أخت اسمها ريم وتوفت في حادث أليمة على طريق الساحل الشمالي في 2007 وده لما كانت راجعة مع خطبها في العربية وبسبب الحادث ده الأسرة كلها نهارت وكانت صدمة حقيقة وكانت دي صدمة تانية بعد موت العمدة مصطفى أبازة اللي حزنت عليه مصر كلها ومن حوالي سنتين كلنا شفنا الفيديو الشهير في الساحل لمنظم الحفلات أحمد الجنزوري اللي كان متهم في قضية الفيرمونت لما كان بيصور فرج في حالة عصبية جديدة وهو عمالي يشتمه بسبب خلاف على دخول أحد الأماكن اللي تبعه وفرج شتمه بأفزع الشتايم وقال له أنا ما يهمنيش تصورني وديها الرئاسة أو المخابرات ولا حتى للسيسي أنا محدش يعرف يعمل معي حاجة وربنا يبارك لكل واحد ترجمة نانسي قنقر